في 30 ثانية ما ناخذش من الوقت الكبرشة في علاقة بالناس اللي تقول مكتب البرلمانة اليوم ما عندوش عمل ما عندوش وازن ماهوش قاعد يخدم مرينالوش أثر في الحياة اليومية وفي الوضع العام اليوم من اللي بدا يتسلم مهام لا مش صحيح للبرلمانة يعني يأدي في وظيفته التشريعية والرقبية يعني احنا تشوف ما عندناش ياسر ما اللي بدينا من 13 مارس المشاريع القوانين اللي جات من رئاسة الحكومة لكلها معناتها تعرضت على النواب وتناقشته وثم وزاراء معناتها تمدع وتهم معناتها للنقاش معهم حول مسائل تخص هذه المشاريع كيف كيف ثم مقترحات قوانين تو معروضة على اللي جان وقاعدة تدرس فيها وانا لجنتي في حد ذاتها عندها مقترح قانون لجنة حساسة وذات خصوصية وتتطلب معناتها السرية التام ما فهمتني عندها موضوع تو مقترحها قانون سيتم يعني دراسته يوم الخميس بدعوة الأطراف اللي اقترحت المبادرة كيف كيف دعوة الوزارة المعنية اليوم ثم جلسات كيف كيف استماع في بعض اللي جان يعني أمس يعني ثم جلسة استماع إلى السيدة وزيرة الشؤون الثقافية وتعرفوا دور الثقافة في بناء الشعوب والمجتمعات يعني آآ بالعكس أنا الحديث عن برلمان بلا أثر مردود على أصحابه لا مردود على أصحابه أنا ما نشوف في هذو ما ناس معنات انتخبهم الشعب وجوه بشي معنات يوصلوا له صوته بشي يخدموا الوظيفة التشريعية متاح من الوظيفة الرقبية متاح وكل شي قاعد يصير كما معناتها آآ عكس ما يتصوروا العباد لأنه هذي شيطنة النواب أنا ضد شيطنة النواب وشيطنة مجلس النواب راهوا آآ ما عادش المجلس كما قبل آآ هذا مجلس معناتها آآ نوابوا انتخبوا فرادة ومعناتها تعرفوا اللي المواطن في علاقة مباشرة مع النايب متاعه والنايب داخل البرلمان مشي وصلوا صوته بالوظيفة الرقبية ودعوة الوزراء والسلطة التنفيذية فهمتني للمسالة ولمعرفة الأسباب والمسببات كيف كيف وظيفة التشريعية قاعدة تصير كما معناتها معناتها انتظروا الناس كله كما ينتظر الشعب التونسي